في متخصصة عمانية في الفيزياء الطبية تحصد المركز الأول في مسابقة البحوث العلمية في مجال سرطان الثدي هي زكية بن سالم الرحبية في زياء طبية يسمونه صح؟ بمركز معالجة الأورام بالمستشفى السلطاني حصلت على المركز الأول في هذه المسابقة كانت على مستوى الشرق الأوسط في ختام ندوة سرطان الثدي وقيمة في العاصمة السعودية الرياض دائما كده ابناء عمار رافعين الرأس بأمانة ألف مبروك زكية وتستهلي الله يبارك فيك الله يبارك مبروك الله يبارك بالجميع أكيد فرحانة أنا والله فرحانة أمانت لأن النجاح يعني هي عمانية خليجية ولكن النجاح على مستوى الشرق الأوسط أكيد خطوة ما سهلة وأنك تحصل لهذا المركز زكية صحيح طيب تخبريني كيف وصلتي لهذا المركز كيف أساسا دخلتي في هذه المسابقة وهذا المؤتمر خصوصا أنه مؤتمر على مستوى نقول على الشرق الأوسط فهو متزامن على مستوى عالمي في أمريكا فتخبريني عن طبيعة الدخول فيه هو تم ترشيحي من قبل رئيس مركز الأورام دكتور باصم البحراني ورئيس قسم العلاق الإشعاعي دكتور زهد المديري في المستشفى؟ في المستشفى السلطاني أنت لك أكيد في البحوث ولا ما شاركتي أكيد لك ويمكن شاركتي هنا على مستوى السلطنة وغيرها لكن على مستوى الشرق الأوسط ويتزامن مع مؤتمر كبير في أمريكا وعارف أن مسابقة معنات أن في ناس بيجتهدوا على بحوثهم وغيرها كيف حضرتي نفسك زكية؟ كيف اجتهدتي؟ هل حط في بالك المشاركة؟ أو لا مركز متقدم خلال المسابقة؟ هي أصلا أنا بديت بهذا البحث قبل ما أعرف بأنه فيه مسابقة أو أي شيء من حين القبيل أنا سويت هذه الدراسة في المركز وحصلت على نتائج ممتازة وعرضتها في القسم اللي مالنا نالت استخسان الحمد لله هذا شيء مشجع بالنسبة لك الحمد لله بعدها صار أنه تواصلوا معنا من السعودية أنه فيه مؤتمر ونبغي مشاركة إذا كان في حال هذه نتيجة المشاركة هذه اللحظة الحاسمة هذه اللحظة الجميلة هذه اللحظة المؤثرة بين الفرح وبين أحيانا دموع للفرح صح؟ دموع للفرح كيف توصفيني هذه اللحظة زكية ولحظة إعلان النتاج؟ نحن بندخل في البحث وتفاصيله وموضوعه وكيف ترتيبه لكن اللحظة الحاسمة بس هذه اللحظة بالذات يعني في الحضور يعني على المستوى الكبير يعني اللجنة تقريبا كافية عشر أطباء؟ فيها عشر أطباء؟ خاصصين في السرطان بشكل عام يعني والله يكفينا شر شر إن شاء الله فبعد إعلان اسمك توقعتي بتكون يفازة؟ توقعتي أن هذا البحث العلمي رح ينال السحسان هذا الكادر الطبي؟ طبعا توقعت هالشيء بس مو أنه كانت في المراكز الأولانية بس كان ممتاز لأنه هو بحث ممتاز وش لغلنا في يعني شغل قوي يعني كان فكان أنا متوقع إنه بيكون إلينا مردود طبعا شعرت كثير بالفخر ومو لي أنا وبس يعني لكون إني أرفع اسم السلطنة فكان هذا شيء قميل جدا يعني وشرف فكانت سعادة يعني لا توصف في المشاركة الخارجية عادة الواحد نعم يمثل نفسه بس يمثل بلده بالدرجة الأولى صحيح صحيح وإذا جاب مركز متقدم مثل مركزك المركز الأول دائما يقول أمان فأنت تحسين بهذهك صحيح بأدري في شعور غريب صح قوي وينذكر اسم أمان على مسامع الكل يكونوا موجودين هناك صحيح نرجع للناحية يعني وصفي لي هذه اللحظة كيف يعني بصراحة صعبة صح صعبة جدا كون إن من 21 شخص متقدم أو من 21 بحث على مستوى الشرق الأوسط وتم تقييمه مو بس في الرياض نفس الشيء كانت في أمريكا لأنه كان متزامن مثل ما ذكرنا قبل مع سان أنتونيو بريست كانسر سومبوزيوم اللي كان هويث فكان حاجة يعني مشرفة ما في مزاح في التقييم على فكرة ما في مزاح في التقييم طبعا ما في مزاح ولا بجامل هذه على حساب هذا نهائيا يعني بالملي محسوبا للمسألة صحيح حتى أنا تقابلت مع الدكتورة اللي هي المسؤولة عن المؤتمر كامل فسألتها مرة ثانية كيف تم التقييم فكانت تقول لي أن يا ما شاء الله يعني البحث كان ممتاز جدا يعني وفيه فرق بينك وبين الناس الثانين اللي قدموه إيش الفرق يعني خصوصا نحن لما بنتكلم عن بحوث علمية إحنا عارفين إيش طبيعة البحث العلمي عادة يكون وفي سرطان الثدي بالتحديد يعني كثير من الأشياء وكثير من الدراسات موجودة يمكن واحد يدخل الحين بالإنترنت ويكتب يحص بحوث علمية لكن إيش الألية التي تبعتها عساس تكوني موجيدة فيها ومختلفة عن باقي البحوث العلمية كيف اشتغلت أوكي يعني هي أولا استوفت الشروط من ناحية أن الشروط اللي هي أنه لازم تكون مستوفية الشروط أهم الشروط إيش هي كان إنها كان قابل للتطبيق حاجة جديدة غير تقليدية قابلة للتطوير وبالإضافة إلى الشرط الثاني اللي هو المضمون الفكرة اللي مالت فكان شي ممتاز أكيد أنت استشرتي مثل ما ذكرتي في البداية الناس المتخصصة في المركز معاكم في المستشفى السلطاني دلوك غيروا بدلوا أضافوا قولي لي هذه اللحظة يعني كيف جلستوا كيف استعديتوا كيف غيرتوا بدلتوا مشيتوا على نفس ما طلبوا من خلال الشروط الخاصة بالمسابقة نحن مو يعني جلسنا وعدلنا فيه لأن مثل ما ذكرت جاهز كان أنا أيها الحمد لله جاهز يعني فعلا لأن الشغل اللي معانا شغل ممتاز يعني فكانت هذا نتاج العمل نتاج عمل مركز طيب تعترفي الأحلى 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 أن هذا البحث ما أعد خصيصاً بس أو فصل للمسابقة صحيح لا صحيح موجود دراسة موجودة المسألة يعني إحنا شاركنا في مسابقة أو ما نشارك في مسابقة صحيح أساساً هذه هي بحوثنا صحيح وبحوثنا مطبقة صحيح هذه دراستكم صحيح طيب أنتو الحين لما طلعتوا بهذه الدراسة وبهذا البحث الزكية يعني أنا لما بتكلم عن شرق الأوسط إحنا فقط الدول العربية مثلاً إحنا 22 دولة فيعني فما بال أن البحوث الموجودة فقط 21 بحث في كم مرحلة تقييم أنتو مريتوا هذا هو البحث العلبي بس إحنا بنعرف على كم مرحلة وهل هناك كان فيه تقييم مسبق هنا قبل ما يدخل المؤتمر على طول في في الرياض أو أنه كان فيه إجمالي عدد أكبر من الـ 21 وبعدين وصلتوا للـ 21 بحث هما على حسب ما ذكروا لي أنها كانت مرحلتين المرحلة الأولى أنه يستوفى البحوث العلمية شروط البحوث العلمية يعني مراقبة إذا كان هو موافق مطبق للشروط بعدين راحت على التقييم الثاني التقييم الثاني اللي هو المضمون العلمي لهالبحث تختصرين لنا إيش هو المضمون العلمي يعني كلمينا إحنا مو ناس المتخصصين إحنا ناس العاديين يعني بحثك إيش حاب يقول إيش حاب أنت تقولي من خلال هذا البحث أوكي يعني بتكلم عن طبيعة البحث اللي أنا سويته هي عبارة عن دراسة كانت مقارنة ما بين تقنيات في تقنية اللي هي متبعة بتقريبا معظم المراكز المتخصصة العلاق الأورام وهي تسمى ثري دايمينشنال كونفورمال راديو ثيرابي ثري دي سي آر سي اللي هي كانت يمكن ما 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 في ذا للتفاصيل بس هي كانت هذه هي واحدة من المتبعة فيها ونحن هذه المتبعة في المركز وكانت نحصل على نتائج ممتازة تقنية حديثة هذه هي ممكن تقدر تقول إنها تقنية حديثة بس في أحدث منها طيب اللي هي انتنسيتي وديليشن راديوشن ثيرابي أوكي هذه المراتي وهذه تقنية قد ممتازة يعني وكثير دقيقة وكثير تحدد بس موقع الورام وتحافظ على الأعضاء المجاورة للجسم أيوة القريبة من الورام شفتها أنا أصلاً ما بين قرنت هذين التقنيتين حصرت إنها هي التقنية قبل ما تنفع بالنسبة للبرست فجبت تقنية جامعة ما بين التقنيتين من وين يبتيها؟ في دراسات سووا أيوة فكانت تقنية ما بين التقنيتين أيوة هي جمعت ما بينهم إثنتين فحصلت على نتائج أفضل بكثير من التقنية اللي هم يقولون هي أحدث التقنيات الأيامارتي وقريبة بشوي من نتائجها للثري دي سي أعتين رجعت إلى مراجع معينة متخصصة في هذا المجال الزكية كده رجعت طبعاً تابعتي مواقع أيضاً متخصصة في اللي عارفة في مجلات حتى متخصصة مجلات علمية متخصصة للناس المعنيين بهذه المسألة صحيح استفدتي وتابعتي وقريتي وقارنتي وكذا طبعاً طبعاً أيوة قريت كثير فيهم طيب الصور الدراسات يعني أتوقع في رسم بياني أو شيء كذا كان موجود كنا نحن نشوف بعض الأشياء أيوة يعني حتى في صور أيضاً موجودة من وين أنت استرجعتها وين كانت مصادر هذه الأورام يعني أو هاي الصور يعني أتوقعها وهي خطيها من المستشفى أو أنت عملت فيها أساساً خلال فترة البحث هذه اللي اشتغلت فيها هذه الصور اللي اشتغلت فيهم اخترت حوالي عشرين شخص عشرين مريض أيوة واشتغلت عليهم يعني دراسة بس مو اشتغلت على المريض بنفسه اشتغلت على الصور المقطعية اللي مالت المريض طبعاً ما بنعرض وعلى التقارير على التقارير الخاصة بهذا المريض اشتغلت عدة معايير وشفت المقارنة ما بينهم بس في النهاية اتوقع الحمد لله يعني حتى المرضى الموجودين نفسهم في المستشفى السلطاني هم المستفيدين من هذه الدراسة ليست فقط هي أو أننا احنا كبلد وحصدنا هذه الجائزة لا حلو نحنا المرضى الآن نحنا يجادرين نوصل ونوافق بين التقنيات ناخذ إيجابيات وتساعد أتوقع هذه النقطة الأهم الآن زكية بعد فوزك وبعد نجاح هذا البحث تطبيقها عملياً في المستشفى طبعاً نحن بدأنا نطبقها هذه التقنية طيب هالمطالبة الحين أنت زكية أن والله هذا البحث فاز على مستوى دول الشرق الأوسط وفي مسابقة عالمية وفي مسابقة عالمية لأنه في أمريكا داخلها في المسألة ويمكن في حتى زملائك من دول أخرى غير من الدول العربية مشاركين في المسابقة صحيح؟ هل سيتم اليوم يعني ونتي جايب المركز الأول في بحث قلت لي قابل للتطبيق ممكن عليه ممكن تكون ممكن يكون على أرض الواقع وكذا طلبوا منك هذا الشيء؟ ممكن يعني يكون في المراكز المتخصصة للأورام؟ إن شاء الله نحن أصلاً بدينا في بعض المحالات بدينا نعالج بها التقنية أنا على مستوى لا مو على مستوى السلطنة أنتم بديتوا في مستوى السلطنة لكن الدول الأخرى بعد بس في مكانية عرضوا عليك؟ أي عرضوا لا مو بعد مو عرض طيب الخطوة تالية كيف ممكن تكون؟ الخطوة الثانية هي أني عندي عدة أهداف أصلاً أحققهم من خلال هذه الدراسة يعني بعد في أهداف عشان أطور من هذه الدراسة اللي هي؟ اللي هي كيف نحسب الأشعة الواصلة للبرست الثاني المقاور للبرست الأولاني طيب أيوة فأنا أبغي أقصها بأحدث الأجهزة اللي هي رح تجيين إن شاء الله هذه السنة يعني توصل عندكم هنا في السلطنة في المستشفيات نقدر نقول ورح تستعيني بها أنك تكمل البحث نفسه صحيح أوكي حلو يعني هنا رح ننتظر مثلاً بحث آخر ثاني معمق إن شاء الله إن شاء الله وهذه رح أطلعها كدراسة وتنشر إن شاء الله في القريب طيب في كان تكريم وحضور رسمي أتوقع من إخوان معنيين ومسؤولين في المملكة العربية السعودية شفنا الصور وممكن نشوفها بعدين شهادة كانت عبارة عن شهادة وإيش بعد غيرها شهادة تثبت إن كنت جبت المركز الأول صحيح؟ صحيح هذا هو اللي قاعدين نشوفها شهادة هذه هي زكية أكيد مبسوطة وفرحانة أنا عرفت بعد في جائزة مادية وصلتك صحيح في جائزة مادية تستحقي وتستاهلي وفخر فعلا وفعلا الوحد كده يعني يفخر بابناء عمان وهذول هذول احنا اللي راهبنا عليهم أساسا هذول ابناء مولانا جالس سلطان اللي غرس فيكم حبها الوطن والمثابرة والخلاص والاجتهاد اليوم منت يرد رد طبعا من كم يوم اليوم يعني خصتي مو اليوم اليوم لكن منت يرد من المملكة العربية السعودية وجاي بالمركز الأول في بحث متخصص وعلمي وفي مركز متخصص عندنا في المستشفى السلطاني ايش اللي ناوي تسويين بكرة غير عن البحث اللي اتكلمت عننا قبل شوية ايش في خطتك الاخوان في المستشفى السلطاني او وزارة الصحة كيف احتفلوا بيك ان شاء الله يعني ما راح اتوقف عند هذا الحد يعني ان شاء الله راح اكمل يعني واواصل البحوث في مو بس في سرطان الثدي يعني في انواع مختلفة من السرطانات طيب انا بعدين بكارر مرة ثانية مسألة الاحتفاء انا بقول بالوجيدين بالناس اللي تجيب مراكز متقدمة بها النخبة الجميلة كيف ممكن الاحتفاء اذا ما جاوبتيني انا متأكد انك ما بتجاوبيني لكن اوجه رسالة مثل ما نحتفي اليوم بالرياضي ومثل ما نحتفي احيانا بالمسرح واذا احتفينا واذا نحتفي بالفنان واذا نحتفي بالناس اللي ترفع على مستلطنة في الخارج اصحاب البحوث واصحاب المراكز المتقدمة في مجالات علمية كثير جميلة لازم نلتفت لهم صح او لا زكية احنا نتمنى امانة يعني فعلا انك تواصل عملك وتحقق كل طموحاتك بس انا شوي برجع لي اجواء المؤتمر لما تعرض البحث البحث في يعني بغض النظر حتى الموجودين هناك رح يناقشوكم في هذه البحوث اتوقع انتوا دخلتوا في نقاش مع لجنة التحكم دخلتوا في تساؤلات وهالشي يعني رح تكون بعضها معمقة اسئلة اختصاصية اكثر من اللازم كيف وجدت النقاش قدرت تدقيس النبض منهم هما اذا هما متقبلين ومتحمسين وجدوا شي جديد في بحثك طبعا كيف من خلال المناقشات اللي صارت بيننا وبينهم من خلال بعدين ما حبوا انهم يتواصلوا معاي عن طريق الايميل مثلا فحصلت انه في استحسان في استحسان في قبول اللي انجزتي مبارك لكي مبارك للوطن مبارك للصحة اساسا في عمان ولكوادر الطبية ان احنا يعني بابناء البلد بهذه البحوث العلمية قادرين انهم يحققوا مراكز متقدمة وخلونا نقول نحنا ما نقول على مستوى الشرق الأوسط ان شاء الله على مستوى العالم نحقق بحوث علمية قادرة على ايجاد طرق مختلفة في سبيل التغيير والتقدم والتطور بس جزئية كثير بسيطة باختم بها انتهز الفرصة معاك زكية وانت متخصصة وفي مركز الأوران بالمستشفى السلطاني وانت متخصصة في سرطان الثدي صح؟ لا لا مو متخصص ما لك علاقة بهذا الموضوع طبعا من العلاقي بس مو متخصص به طيب انت قريبة منهم من المعنيين من الدكاترة من المرضى سرطان الثدي اليوم يعمل نسبة كبيرة نتكلم على مستوى للعالم يعني غول بالنسبة لكثير من النساء بحكم عملك هذا اللي بتكلم عنه بحكم قربك من المركز ايش اللي تقولين كده لمجموعة الأخوات اللي يتابعوني اليوم للوقاية من هذا المرض للتجنب ان شاء الله هي ان التوعية اوكي بهالي المرض ان اي وحدة نفس الشي تعرف او انها تحس في احتمالية اصابتها بهالي المرض لا تتردد تتردد انها تروح لمستشفيات في مستشفيات يعني وفي ايو وفي فحص مبكر لهذه المسألة وهذا هو الضروري ايو صحيح انها تروح وتفحص وما تخاف وتستحي منها شيء بين كم وكم ممكن الوحدة تفحص كل شهرين كل شهر كم لا هي مو كل شهرين وكل شهر يعني في هو من بعد سن اليأس يعني او من بعد الفوق الخمسة واربعين مفروض انها تبدأ تفحص فحص الدوري هي سنوية هي معرضين اكثر اللي صابة بهذا المرض هي معرضين اكثر ولكن ما تحت هذا العمر طيب الآن يعني خصوصا مثلا احنا ما نقول على عمر معين وممكن حتى الفئات العمرية الاقل ممكن انهم يتعرضوا والعياذ بالله لهذا المرض ما المفروض ان يكون هناك في فحص قابل من باب التأكد يعني كأي فحص عادي الواحد يقول رايح المستشفى سوف فحص جامل اتأكد وشوف الهوموغروبين السكر الضغط الى آخره هذا توقع من الاشياء المفروض ان المرأة شوية تشملها من ضمن فحوصاتها صحيح بس هذه انا اشقع الى فحص الذاتي هي في بعض هناك الفحوصات او في بعض التمرينات اللي هي تساعدها انها تكتشف ان فيه شي غير طبيعي او لا ممكن ان هي ايوه صحيح احنا نتمنى ان شاء الله حتى ما يمنع يعني هذا موضوع كثير مهم ويقلق مجموعة من من اخواتنا نحن نتيح الفرصة للمتصلين والمتصلات ومعنا واحد متخصص معنا واحد دكتور معنا دكتورة عدنا جمعية اليوم موجودة ومجتهدة وحي مجموعة الاخوات والاخوة القايمين بدور كثير مميز على فكرة قاعدين يتنقلون حتى يعني ماذا الشي بشي يذكر عندهم حافلات كده ويتنقلون من مكان لمكان وعملية الفحص والنصيحة وعندهم كتيبات كثير جميلة نشد على اياديهم وحيهم على هذه البادرة ألف مبروك الله يبارك فيك ولنا وللوطن ودائما نرفع الراس بيكم بالمستشفى السلطاني المركز الأول كده قاله صح مركز يعني فيه مذيع كان داخلي وانت كنت موجودة وقلق وتوتر بس في الأخير حصل نحن جبتيها النتيجة ألف مبروك شكرا يزيرا لك الله يساعدك في السلام كلنا عودة وهنا أمان شكرا